السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذا الفيديو الخاصة بسنة الرابعة متوسط أقولكم سنة عندكم بيام 2022 إن شاء الله ربي يوفقكم وتتوفقوا في المجال الدراسي وتفرحوا بمعدلات إن شاء الله تكون مليحة وتفرحوا وتفرحوا والديكم ونفرح أنا معكم إذن في هذا الفيديو إن شاء الله ما عليكم غير تفعلوا الجرس لأنه كل من نحط درس تكونوا معايا في الكتاب ما نبقاوش دايما بزاف تلاميذ ما يرقاوش الفيديوهات هو سبب أنهم ما يفعلوش الجرس فقط فعل الجرس وشاركوا مع أصدقائك باش ننفعوا الجميع إذن الآن رح نشوفوا في هذا الفيديو محتوى الكتاب المدرسي أهم الوحدات واش رح نقرأه في كل وحدة وما هو موضوع الوحدة وأهم الدروس اللي رح تكون فيها إذن نبدأ على بركة الله بسم الله إذن عدنا الوحدة الأولى اللي هي السيكونس 1 اسمها وش رح ننشوفه في هذا الوحدة الوحدة اسمها وش رح ننشوفه معالم أثرية في العالم وفي الوطن العربي مثل عدنا برج خليفة عدنا جلمائل بإيطاليا عدنا سورسين العظيم عدنا ساعة بيكبان عدنا بزاف معالم أثرية في الخارج وفي الوطن العربي وفي الدول العربية الأخرى رح نشوفه أمثلة عليهم تكتبوا عليهم فقارات تقرؤ عليهم نصوص وتحلوا تمارين حول هذا المواضيع عدنا أيضا لهم شخصيات مرت عبر التاريخ شخصيات في التاريخ في الأدب في العلوم الفنون شخصيات جزائرية وعربية وأجنبية هذا هو الوحدة الأولى وش رح ننشوفه فيها رح تشوفوا عدنا صور تحل شخصيات عربية وأجنبية عدنا معالم أثرية إلى غيرها إذن في هذه الوحدة رح ننشوفه عدنا الدروس اللي هي I listen and do نستمعوا ونكملوا التمارين اللي تكون عدنا في الكتاب نستمعوا محادثة بين شخصين ولا نص يقرهون الأستاذ ولا نسمعوه في جهاز الكمبيوتر في القسم ونعمروا التمارين اللي رحي في الكتاب عدنا My pronunciation tools رح نقرأوا النطق رح نقرأوا I pronounce كيفاش ننطقوا My grammar tools عدنا مجموعة من القواعد عدنا I practice رحين نطبقوا القواعد وبعد نرجعوا I read and do عدنا نقرأوا نص ونحلوا التمارين I learn to integrate رحين نتعلموا كيفاش نكتبوا فقرة من خلال المعلومات المعطاة لنا حول شخصية تاريخية أو مشهورة ولا معلم أثاري I think and write رحين نخموا في شخصية من عدنا ونكتبوا عليها فقارة Now I can معنتها الآن أستطيع أن أكونا نفسي بمعلومات من الكتاب وقريتها ونقدر نكتب فقرة حول معلم أثاري ولا شخصية مشهورة I play and enjoy عدنا مجموعة من التمانين رح تكون ممتعة نقوموا بها في آخر الوحدة I read for pleasure عندكم في آخر كل وحدة تحضير للشهادة من خلال حل مواضيع موضوع يكون في آخر الكتاب عدنا I get ready to for my BM exam هذا هو اللي رحين تحلوه ويكون تحضير للشهادة إذن هذه هي الوحدة الأولى ننتقلوا الآن إلى الوحدة الثانية عدنا sequence to me my personality and life experience أنا وشخصيتي وتجاربي في الحياة هنا وش رايحين أديروا هنا شوفوا القاة الوحدة عندها نفس الخطوات I listen and do my pronunciation tools I pronounce my grammar tools إلى غيرها وفي الأخير عندنا I get ready for my BM exam رح يكون نص وأسئلة خاصة بالنص والقواعد ووضعية إدماجية في آخر الوحدة باش نحضركم للشهادة إن شاء الله هذه الخطوات من عودوهمش لأن المواضيع رح تختلف والقواعد أيضا رح تختلف قواعد الوحدة الأولى رح تكون قواعد مختلفة عن الوحدة الثانية والثالثة إلى غيرها فقط هنا في هذه الوحدة وش رايحين نشوفه رايحين نتحدثوا على وصف الشخصية نتاعي شخصية نتاعي وشنه هي أنني واثق من نفسي إنسان ناجح إنسان لا يخاف إنسان محبوب إنسان ذكي إلى غيرها هذه هي البرسناليتي تعل إنسان وعلى واش تحتوي رح ينشوفوا كيفاش نتحدثوا على الشخصية نتاعنا ولا نصفه الشخصية نتاع زميلنا ونتحدثوا على التجارب في الحياة رح يطلبوا منكم تكتبوا فقارات حول أستاذ أو أستاذة أو حول شخص ألهمك في الحياة وعلى خطاه رك تقرأ ولا شخص دعمك وحب تولي في المستقبل أستاذ ولا معلم وشنه هو سبب الإلهام من تاعك اللي رح يخليك في المستقبل تقوم بهذاك العمل اللي رك حاب تخرجه كي تكبر إن شاء الله إذن ما بقت لكم شخطوات بزاف قالكم البيام والباك إن شاء الله وتروحوا للجامعة وتبدأوا وتخطوا للمستقبل هنا أيضا حين تستمعوا لبعض الشخصيات شكون ألهمهم وتجاوبوا على الأسئلة انتحهم الموجودة في النص ومبعد تكتبوا كيما هما تحكي على شخصية تاعك والشخصيتك ولا شكون هو مصدر إلهامك وتوصفوا إذا عندك الوصف لهذاك الشخص هو والديك ولا صديق ولا أستاذ ولا معلم إلى غيرها من كل واحد والمصدر اللي راح يلهمه باش يكبر ويخرج هذه المهنة في المستقبل ورحين تتحثوا أيضا على المهنة المستقبلية انتحكم المشرك حاب اتولي في المستقبل إذن هذه الوحدة الثانية نروح نشوف الآن الوحدة الثالثة لهي مي ماي كوميونيتي أند سيتيزن شيب أنا ومجتمعي والعلاقات بين الأفراد ولا بين العلاقات بين أفراد المجتمع ولا العلاقات بين الشعب إلى غيرها في هذا الوحدة راح نشوف مجموعات أو جمعيات خيرية نقرأوا على الجمعيات الخيرية كيفاش تؤسس وإلى كنت أنت فرد من جمعية خيرية ما هو هدفك لبناء مجتمع أو لتأسيس مجتمع صالح وكيفاش راح تعاون بها الجمعية أنتعك وما هو هدف الجمعية أنتعك جمعية خيرية لفائدة ماذا راحين فأيضا هنا نفس الخطوات إلى غيرها وفي الأخير عدنا I get ready for my BM exam بطبيعة الحال راح يكون تحضير لي الشهادة كل ما تكملوا وحدة عندكم موضوع تحضير الشهادة عبارة عن نص أسئلة خاصة بالنص أسئلة خاصة بالقواعد والوضعية الإدماجية إذن هنا هذه هي الوحدة الأخيرة في الكتاب My Community and Citizenship إذن كتاب سنة الرابعة متوسط كتاب شيق جدا اللغة الإنجليزية فيها رائعة راح تكون سهلة وبسيطة فقط نصيحة ركزوا مع الأستاذ من بداية أول يوم دراسي ومن بداية أول درس في القسم واللي مفهمش حاجة معليه غير يطلب من الأستاذ أنه يعودلوا لأنكم على أبواب شهادة وشهادة مصيرية للانتقال إلى النوي وتبقى لكم خطوات فقط لشهادة البكالورية ثم الجامعة إذن ربي يوفقكم إن شاء الله نتمنى إن شاء الله هذا الفيديو يفيدكم وتستفادوا نتلاقوا في الفيديوهات القادمة اللي راح تكون عبارة عن نشر لدروس هذا السنة ودروس الكتاب مع الحلول اللي هو الأسلوب لنعتمد دائما أن نحط حلول تمارين كتاب المدرسي من أجل الإفادة وليس من أجل أن ننسهل عليكم الأمور وننمدلكم الحلول بلا ما تكسروا رسائنكم بالعكس فقط أنا نحب نفهمكم ونعاونكم بالحلول من أجل الاستفادة والفهم أكثر إذن نتلاقوا في الفيديوهات عفوا القادمة إن شاء الله أترككم في رعاية الله وحفظه نقوا على خير والله ولي التوفيق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر